زوجي لا يفطر في البيت والسبب هو انه في مطعم هندي يعمل شباتي كده خبز خفيف يعمل عليه قبنة سائلة او بيض وشاي كرك يعني زوجي سيب الخبز اليمني وراح للخبز الهندي قلت يا هدا تسكتي لا ما تسكتيش دوقي الخبز خليه قبلك تدوقي وعرفي كيف تعملي احسن منه وحاجة جدا روعة مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم بعملكم خبز الشباتي الهندي حاجة جدا روعة وخفيف وكده تاكلوا يعني ولا تشبعوا منه حاجة روعة جدا وزي ما سمعتوا باول الفيديو وقلوا لي عملنا نفسه احسن كمان ولا لا ونبدأ بالمقادير هنا عندي كوبين من الدقيقة الابيض وعملت لهم ملعقة صغيرة ملح او نص ملعقة صغيرة ملح فقط وبدأت اضيف الماء بالتديك عقينة طرية بس ما تتلصقش باليد يعني مس زي عقينة الفطاير والمعقنات لا زي عقينة الخبز بس انها تكون حلوة وكل ما عقنتوها كل ما كانت احلى واحلى قصمت الى اربع كرات يعني تقريبا كل كرة يعني حجمة خمسين جرام وانتم زي ما تحبوا يعني الحجم طبعا اني طعمت الخبز نكهتم مثل نكهة الزبدة ممكن تستخدموا سمن بنكهة الزبدة تدوبوه او ممكن تستخدموا زي زبدة واضفت لي شوية زيت هذا الخليط اللي بلح فيه طبعا انا سخنتو بالميكرويف خلت تدوب الزبدة وببدأ افروده كده باقراس طبعا الشباتي الهندي خبز الشباتي له طرق كتير بالفرد يعني كل واحد يفروده بشكل انا شفت الهنود لهم ما شاء الله لهم كل واحد يعني يفروده بشكل بس هذي الطريقة الاغلبية يعملوها واللي اني شفتوه يعمله يعني كمان شفت طريقة كده يقطعوها مثل بالسكين كده خلوه يعني فيه طرق كتيرة وانتم قربوا هذي الطريقة سهلة وحلوة وتطلع مورقة الخبز شوفوا اني بعد ما فردته كامل كده بحكم الصحن او السيسر يعني بحكم متوسط زي كده الان اش بعمل بين الطبقات بعمل نفس الخليط اللي عملته الزبدة مع الزيت بدهن بحط كده كمية يعني بدهن بحط الطبقة الثانية وزي كده وبحط كمان من الخليط كأني بعمل ورق سنبوسة عرفتوه انه من نعمل سنبوسة عقلات سنبوسة نفس كده ودهن كده حق ملعقة واضيف كده ادهنة واضيف اخر واحدة الان بخليها ترتاح بغطيها شوفو يعني تخلوها ترتاح كل ما ارتاحت كل ما بدأت يعني انفردت معاكم حلو حطت ليك كده كيس سفرة اكل وخليتنا صراحة ترتاح كده ربع ساعة ما طولتش كتير الان بعد ربع ساعة ما شوفو كيف امانة الاعجينة مثل اللوان بس باخد يعني الحبات بنقلة بصحن عشان اعرف افرده بهذا الصحن ما شوفو بس انا اخبطه شوفو كيف اخدت واحدة وشوفو ما شوفو ما شوفو ما شوفو ما شوفو كيف كأنه بنت الصحن كأني بعمل بس شوفو طريقة كيف التلويح يمكن البعض يعرفها يعني يكون ما شوفو العقينة ما شوفو كلكم زي اللوبانة لان ان عقنات صح ويعني وخلينا ترتاح الان بنفسه الزبدة والزيت برش عليها كده اللي دوبنا وكمان برش عليها من الدقيق بعضهم يعملوش دقيق على طول يلحوها بس دايما الدقيق يخليها مورقة اكتر يعني خليت تتورق تمام مش بس تدهنو لازم ترشو عليها دقيق يعني شوفو بس حبيه كده بس زي المنديل هي بتتعطف زي المروحة عرفتو كيف وبدأو كده اسحبوها يعني مطوها مطوها وعملوها زي الحلزونة زي الرول ان شاء الله موضح عليكم الشرح تمام يعني موضح عليكم واسحبو بس انتبهو ينقطع عليكم اسحبوه لانه مرتاحة تنسحب عرفتو قدر الامكان اسحبو قدر الامكان لما كده تحسوها كده وقع لكم اخر شي طرف خلاص خلوها من تحت عشان تتقفل تمام اضغطو عليها وهدي اول واحدة والان شوفو الثانية التكرار يعلم الشطار ما شوفو كيف العقينة تفتك اذا حسيتو انه يعني ناشبة عادي اعملوا قليلة من الزبدة والزيت تحته وفتحوها بس هي لانها قد تكون مرتاحة ما تحتاجش انكم حتى تفردوها على نفسه السمنة والزيت والان خلاص رشيت سمنة وزيت وكمان دقيق وخلاص وشوفو ما شوفو كيف اسحبه عادي نفس كده كأني الم منديل عادي كده وابدأ يعني ادوره زل حلزون واسحب ادوره واسحب وقالت لكم انتبهو تتقطع معاكم لا تقطعش يعني لو حستو قدر بتقطع خلاص لا عد تسحبوهاش ما شوفو كل الحبات اني برويكم اياه كل الاربع الاقراس بتشوفوها ما شوفو كل واحدة احسن من الثانية واذا انقطعت عليكم عادي ما فيهاش اي مشكلة طيب بتسألوني اكيد يهودا تنفع بدقيق البر اني ما دقتاش ما كانش فيها دقيق بر بس اكيد تقدروا تعملوا هذا الشي على يعني رغبتكم طبعا في البعض يقول انه بعض الخبز يرقع زي الربال لما يبرد ولا يرقع قوي ولا قاصي اني شوفوه الصراحة بقولكم اني ما قد يحصل ليش كده بالخبز سوى كان هذا الشباتي او الهندي حتى لما يبرد تقدروا تاكلوه وهي الاسباب دايما تكون اما نوع الدقيق مش حلو او ما عقنتوا نوش تمام يعني لازم ياخد العقينة تاخد وقت كافي للعقين وكمان حاجة ثانية النار 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 لما تقولنا قحور الخبز ايش السبب تخلوه يطول على النار حتى يعني انتم الخبز ما يطولش على النار ثانية كده وقلبوه وينتفخ ويتحمر وخلاص لانه دي طول على النار بيرقع معاكم يابس تمام والان شوفوا بعد ما خلصت كل الحبات بخليه ترتاح على ايش على بل ما حمي الطاوة تمام وبفرده على دقيق شوفوا عادي ما شاء الله تنفرد بسرعة طبعا انتبهوا تفردوها رفيع لما تفردوها رفيع تخلوه ذا الورقة يروح ما عد ترجعش مورقة معاكم بالعكس ما عد تتفتحش معاكم لازم يعني تكون وسط لهي سميكة كتير ولهي رفيعة ما شاء الله هذي الدوائر بحكم السيسر او الصحن الحلق وهنا سخنت الطاوة بعمل زبدة من نفس الخليط اللي عملته وببدأ اضيفهم ما شاء الله كلهم دفعة واحدة عملت اربع حبات دفعة واحدة بحطهم يعني كده زي ما نقول في عدن مع الجماعة رحمة كلهم مع بعض وبدأوا قلبوهم طبعا اول كان الصق حار تمام ساخن بعد كده وطيت النار مش وطيته كتير وسط وكمان كنوا قلبوها اول ما تحسووا انه بدأت استوات رشو عليها من الزيت هذا والزبدة كده من فوق كده رش وبدأوا قلبوها وحمروها طبعا هي ده شفتوا بالفيديو ما كانتش محمرة كتير الخبزة ما فياش تحميل مزة المعطف حقنا كيف نخليه يعني يتحمر يتقمر الخبز وبعدين عادي مش لازم تضغطوه عليه تحمروه بضغاطة الخبز عادي بقبل ملعقة وهو يتحمر شوفوا كمان اني ارش عليه من الزبدة والزيت وقلبوه وكمان بقولوكم هذا الخبز مش زي الخبز اليمني نحمروه كتير يعني لا حاجة ذهبي كده بسيطة او تحميره بسيطة لكن الخبز اليمني المعطف نحنا نحمروه بالضغاطة كمان وهذا الخبز اخف بكتير من الخبز اليمني يعني الخبز اليمني قرص واحد تاكلوه ويرقع البطن يعني يشبع خلاص حتى بعضهم ما يقدروش يكملوه لكن هذا تاكلوا واحد والتاني والتالي يذكرني بالروتي الان لما صغروا الروتي اليمني وطلاقوا نفسكم بالقرص التاسع وقدكم تشتو العاشر وعدكم ما شبعتوش لكن هذا كمان والله يعني يطعموه لديد وخفيف وتقدرو تاكلوه مع البيض كده الان بتشوفوا طريقة كده نعمله حلوة جدا شوفوا الان بابدأ ايش اضغطوه نفس كده اخبط عليه عشان تتفكك الرقاقات اللي عملته بعد ما لوحنا تفتك بتشوفوا انتم كيف يرقع يعني الرقاق من داخلي فك لازم دي الحركة كده تخبطوه هم كده يخبطو بيدهم بس اني انه حار حار ما قدرتش لكن الحمد لله عملت قلد خبز يعني اتبتلو اني اني اعرف كل حاجة عبدالفش فيش عرف كل شي وانتم عارفين لي فترة يعني تقريبا يوميا اعمل هذا الخبز اذا ما عملتوش الشباتي هذا اذا ما عملتوش على الفطار اعملو على العشاء وهذا هو البراتة لانه بالدقيقة الابيض الشباتي هو اللي بدقيقة البر الاسمر الان تعالوا شوفوا ايش بسوي هنا قبت حبه بيض كده خفقته اخليها بس شوفوا فتح يعني بس شوية لا تخلوش تنشف من فوق هنا فلفل حيمي بسباس حيمي حطيت لازم اللمسة اليمنية وبدأت احط القراص طبعا القراص على طول حطيها بقصدير او فوطة او حافظة الشباتي عشان ما ينشفش معاك وبس شوفوا ما شوفوا ما شوفوا هنا روش بسباس حيمي عندي بالمرش قولوكم المعلم اليوم ايش اليوم الرخيص عندي والغالي عندي الهندي هذا اليوم شعاري بيكون وما شوفوا بس كيف عملت البيض جدا لذيذ وحلو كتير تعملوا حتى اذا تحبوا انتم في رمضان الله يبلغنا تتسحروا كده يعني اشياء خوبز وبيض اني احبت صراحة واو يعني كده انتم الان فطور صباحي يقربوا حاجة حلوة وتغير وفي البعض قدوا عارف دلطريقة كمان تقدروا تعملوا يعني بقوبنا الكرافت بتلاحظوا اني فيه كمان هنا حطت قوبنا لكن هنا اني ارش بزباس حيمي او البزباس اليمني وشوفوا بعد كده راح تغلفته بس اني تغليفي احسن شوفوا تغلفته بوراق السندوتشات شوفوا كيف زرولات كده حلو كده بالتقديم احلو كده بالسفرة كمان رايحين الدوامات ممكن ياخدوا معاهم كده سندوتشات ولذيذ لذيذ شوفوا كيف طريق طبعا هذا بعد كده بعد نس ساعة رقع اكله ما شاء الله عليه ساخن وطريق اضعوا في حافظة كده خلاص هنا شوفوا ما شاء الله عملت واحدة فيها قوبنا قلت لكم استويت اسويه شبه يومي الخبز هذا لانه خفيف وسهل وليس مثل خبز الطاوة شوفوا دائما اعملوا هنا كمان فيديو ثاني هذا يمكن ثاني ومصورت شوفوا كيف نفسه رشيته نعم شوفوا ما شاء الله كيف خفيف ومورق كيف ما شاء الله هنا عملت له قوبن سائل شوفوا قوبنا سائلة كده روعه كله بكرافت قوبن ومثلثات اللي متوفر معاكم ممكن حتى زبطة فول سوداني اللي معاكم تقدروا تعملوه وحلو كمشروع اللي يعملو عربات عربات السيارة الان الاولاد حلو كمان تعملو كده خبز وشاهي من يعني مشروع مربح بقد اقول لكم من افضل المشاريع اذا تعملو عربة سواء كان اولاد او بناك تعملو عربة وشاهي ويا سلام انواع الخبز اعملو افضل مشروع بتعملوه وسهل وسريع ومربح اكتبوا لي بالتعليقات من معا مشروع خبز ويبيع لانه اكيد في اسر منتقة وماهرين كمان بالخبز اكيد يعني شوفوا نحنا في عدن او في اليمن يعني في شاطرين بالله يبوعوا خبز ولحوح وفيه كمان اللي يبيعوا بينت الصحن والسبايا يعني فيه اكلات كتيرة وما شاء الله فاتحين مشاريع ويقدروا يعملو دي العربات السهلة والسريعة يعني الان العربات البيع تجيب بسرعة يعني كيف اقول لكم اسهل من المطاعم او من المحلات فالواحد يستسهل انه ياخد عربة ويعمل مشروع بس والله حبت اني افيدكم بالعافية ليولوكم ان شاء الله تقربوا هذه الطريقة اذا عقبكم الفيديو اشتركوا بالقناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم وابدا ما تنسوش انكم تكتبو تعليق لزوجي انه عملنا البراتة افضل بكثير من براتة الهندي